توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمي وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تموينية وعينا بمضبوطات بلغت أكثر من 94 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 48 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 720 قضية من بينها 46 قضية خبز ناقص للوزن و61 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط أربع عشرة قضية بمضبوطات بلغت قرابة 322 طن